السلام عليكم معكم الفارس شاء الله تقربوا الفخير وعافية اليوم بيكون على اشياء ما تحرفها في كلاش اف كلاس بس قبل ما نبدأ لا تنسى اللايك والاشراك ويلا نبدأ اول شي معانا هو من الموسمة الخاصة دي يجي في التاونات الصغيرة وخصوصا جواز هذه بالكامل في بعض الناس في اشي يرتفع في التاونات ولكن يطمع في هذه الجواز بالكامل فما يقدر بس تقدر تركي التاونات وبحريتك طالما عندك مخازم في البيت خاص فيك تقدر تاخذ هذه الموارد وكلها تلقى عين هذه الموارد تعطيها لك اول ما تكون تاون هول 7 فاذا وصلت تاون 7 بيعطيها لك تلقى عين الكمبيوتر وما تحتاج حتى انك تنتظر لما تاخذ جواز بالكامل ثاني شي معانا وهو من عاصمة كبيلة طبعا القهد او ما يفتح عاصمة كبيلة ويفتح وضع التعديل يلاقي في الجدار الجدار او بوابة طبعا ايش فائدة الجدار او بوابة طبعا جدار او بوابة هو يكون لشي واحد هو علشان السكنات او المقرات الخاصة علشان يقدر الجنود يمشي منها طبعا البوابة ما يقدر يمشي منها العدو فقط جنوده كذيب تمشي مثل هذه السكنات او غيرها من السكنات الموجودة في عاصمة كبيلة لان الجنود في عاصمة كبيلة مختلفة جدا على القرية الليلية طبعا في القرية الليلية يقدروا يكفزهم فوق الجدران اما في عاصمة كبيلة تعمل بوابة علشان يكفزوا الجنود من فوق البوابة وثاني شي معنا وهو الدعم الخاص فيك طبعا عندما يكون عندك دعم وتهجم بالدعم طبعا انت بتهجم علشان تمسح فيها القرية بس اذا كان عندك آلة فالعبر مختلف اذا كان عندك آلة وهجمت فيها والدعم جالس داخل الآلة تقدر تسترجع الدعم الخاص فيك الشيء هذه بتخسرها فقط هي الآلة لان الآلة هي بتحفظ الدعم وانت ما بتهجم بالدعم فلما ترجع من الهجمة بتلاحظ انه الجنود الخاص فيك في الدعم ما زالوا موجودين فبهذا تقدر انك تعمل هجمة ثانية بالدعم ثالث شي معنا اليوم وهي الجدران طبعا انت عمرك حسب كم بتكلف كل الجدران من المستوى الاول للمستوى الاخير طبعا الرقم فلكي وما حد صدك ان الجدران بتكلف هذا الرقم بالكامل طبعا الجدران بتكلف خمسة مليار سمية الف ما دحق عقيبة يعني لازم تقيبوا بكلام لنفسيك ويعني هذا الرقم فلكي الصراعه حتى كله دفعت ممكن ما تاخذ خمسة مليار كله على بعضها الجدران بتاكل اكثر 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 شيء للزهب والد الصراعه ما كنت متوقع نهائيا انها تاخذ هذا الرقم الضغط من الذهب والاكسير وبس اذا كان فيدي اليوم لا تنسونا اللاعق والاشراك احبكم جميعا وما السلامة اشتركوا في القناة